أنا معايا دلوقتي العالمة الجليلة الدكتورة أمنى نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر أهلا بيكي في تسعين دقيقة معانا يا دكتورة أمنى وطمنين عليكي وعلى صحتك الأول الحمد للأهلا بحضرتك أهلا بيكي يعني صحة صحة العواجيس بقى لا سلامتك ألف سلامة وربنا يديك العمر ويخليك ولينا أنتو أنتو البركة الله يبارك فيك يا حمد دكتورة أمنى سؤال واضح ومباشر إيه رأيك في اللي قاله الدكتور أحمد كريمة إنه يجب على الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلا من ارتكابه الفاحشة وأنت اعتبر هذا العمل خرب من الله سبحانه وتعالى اتفضل يا دكتورة أنا مش قادرة أقوله مرة تانية يعني أنا مش عارفة بلعه اتفضل طب ويرتكب الفاحشة ليه وهو متزوج ومحصن ومع زوجته ما يشوف الزوجة دي يعني مش قادرة تلاب رغباته إيه العجز اللي عنده فيما عملته لها كيف يسترضيها كيف يجعلها أنها تطلب منه ما يحتاجه منها بدلا من أنه يقول الزوجة تشوف لزوجة تانية لا يا أخي ما فيه الزوجة تشوف لك زوجة تانية لكن إنت تشوف إيه النواقص اللي عندك اللي يجعل زوجتك إنها لا تقوم بطلبك هو دا الأفضل والحقيقة أنا بأرجو من رجال الفكر الديني ومن أهل التخصص أن يكون دورهم أنهم يساعدوا على إرساء قواعد البيوت ونشر الأمن والأمان للبيت والحب والمواد والرحمة بدلا من هذه القلاقل التي لا تقدم بل تؤخر أنا رجائي لكل من يتناول قضايا الأسرة وقضايا البيوت أنهم يساعدوا على استقرار البيت وعلى حسن تربية الأولاد حتى نقدم للمجتمع أطفال أسوياء لكي يكونوا رجال المستقبل هذا ما أتمناه دكتور أمنى هل اللي قاله الدكتور كريمة أو هذا الطلب يعني عايزة حضرتك تشرحي إزاي ممكن يأثر على المرأة أو الزوجة فبالتالي هيأثر على الأسرة المصرية هيزعزع البيت ويملاء قلاقل ويعمل زلزال في داخل البيت ويعمل زلزال في داخل نفس هذه الزوجة ما هي زوجة وتستطيع أن تقوم بما ستستدعي إليه زوجة أخرى وده كلام غير منطقة أين هي الزوجة التي تستدعي زوجة أخرى لهذا الرجل الذي لا يهتم ببيته وبأهل بيته إلا بهذه القضية يعني ده كلام والله عيب علينا عيب علينا يعني الكلام غريب والطلب أغرب والحقيقة يعني مش وقته ولا توجد هذه الزوجة يا سيدة الفاضلة لا توجد هذه الزوجة في أي زمن من الأزمين على فك يعني إحنا باشا رصلنا يعني مش يعني الست ست المرأة مرأة الأنسة أنسة لا يمكن مين على وجه الأرض يعني ساعات بتحصل وبنعد نطلحها ونكتب عنها ونحاورها ده لما بتكون واحدة عملت كده بتبقى واحدة من وسط مثلا كل كم مليون ممكن والله أديني عنوانها أنا ما عرفش أنه في واحدة عملتك والله دكتورة يعني أنا بسمع لكن حقيقة أنا ما عرفش ولا حب أعرف أنه في حد في الدنيا ممكن يعمل كده مين في الدنيا وهذه الزوجة أو الأنسة أو المرأة أنه إزاي أن هي حتعيش في المجتمع بعدما يطلح يعني بلاش تعمل ده إزاي كل زوجة النهاردة ممكن تسمع هذه النصيحة أنه بيتطلب منها ده أنها مسؤولة عن فحشة زوجها إذا قبل فحشها هذه يعني أقول تصريحات لا ترقى لمستوى المسئولية في بناء أسرة سوية ومجتمع مستقيم أمره يعني أرجو ممن يتصدى لقضايا الأسرة أن يراعي الله سبحانه وتعالى في استقرار الأسرة المصرية حتى تطلع بدورها الحقيقي في بناء أجيال سوية قوية تكون رجال مستقبل عندنا أولويات كتير جدا يعني في موضوع الأسرة ده دكتورة أمنة يعني زي يعني أنت شايفة مثلا دكتورة أمنة من أهم الأولويات اللي ممكن نحن نتناولها أنت عالمة جليلة فأفدينا يعني كيف نبني المواد والسكن والرحمة التي هي المقاومات الأساسية للزواج في البيوت ده الأساس مظبوط فبدلا من أن نبني هذه الأسس المتينة لاستقامة البيت ولمعاناته ومعاونته على يعني خلق جيل قوي يصلح لكي يكون رجال المستقبل ده نوع من التهريك في الكلام الحقي أنا بشكرك جدا العلمة الجليلة الدكتورة أمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر ده كان رأي علمة جليلة في شؤون الدين اشتركوا في القناة